في صلاة اسماء صلاة الفاتح في ولا ما في صلاة اسماء صلاة الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آل قدري ومقداري دي اسماء صلاة شنو الفاتح طيب الصلاة دي أجاب منه هل أنه بس أسلم زكرة لا لا لو قدت زكرة بس دليل بيننا وبينك الدليل يا زول أصبر يا أخي شوف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجيب دليل وين دليلك يا زول صلاة الفاتح شوف الشغل عارف صلاة الفاتح دي بتودي لي وين وما بغلق أنا يا زول لا تجيب منه لا بد اوغرق صلاة الفاتح دي جات من وين شا Precis cousins بتاكورك. معينه كنا. ارجع ارجع اخر ارجع. خلاص ما مشكلة. خليك واقف. شوف. الصيق لابد تكون ثابتة بالادلة. خليوا يا ولدنا. خليوا يا زون. الصيق لابد تكون ثابتة بالادلة. قبل شوية الناس يقول لها قالت كويس. قالت الكلام ده كويس. ما لقي التاسي بالطنطق. فيش نه. لانك عارف صلاة الفاتح دي بتودي لي وين. شاكده بتاكورك. شوف الصلاة. صلاة الفاتح لما اغلق. وناصر الحق بالحق ليه اخره? الصلاة دي وردت في كتاب اسمه جواهر المعاني وبلوغ الاماني. كتاب دا انت ما قريته ولا شفته بعينك. صلاة الفاتح لما اغلق. جا في كتاب اسمه جواهر المعاني وبلوغ الاماني. والله انت ما قريته والله transitional في قسم. البيكوريك ده. والله ما قرأت هذا الكتاب. هذول مستلبت في هم ساي. اميش اقرأ اشتري الكتاب ده من السوق. خليك زول علمي. متعلم. شان تجي تنخش الناس بعلم. النغاش بالشكل ما بيأدي لنتيجة. ولا بتصل بيه لنتيجة. والله ما بتصل بيه لنتيجة. اميش اقرأ اشتري الكتاب. جواهر المعاني. اكتب. طلع قلمك اكتب. شان تشوف نعنا بنتكلم ساي. الدارة السودانية للكتب. امشي هناك. كتاب جواهر المعاني وبلوغ الاماني. الصلاة الفاتح. صلاة الفاتح جاب احمد التجاني. في هذا الكتاب. في هذا الكتاب. كتاب جواهر المعاني وبلوغ الاماني. جاب صلاة الفاتح. قال اتاني. او انت ما قرأتو. ما قرأت الكلام ده. اميش اقرأ. قال أتاني إنت ما قريته قال أتاني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضة لا منام وأعطاني صلاة الفاتح لما أغلق قال وقال لي قال وقال لي صلاة الفاتح لما أغلق المرة الواحدة منها تعدل القرآن ستة آلاف مرة قريته الكلام ده ما قريته إنت شوف صلاة الفاتح ما بيعدل القرآن صلاة الفاتح لما أغلق ما بيعدل القرآن إطلاقا لأن القرآن ده كلام الله عز وجل ما في بيشبه شيء أصلا كلام الله عز وجل ومن أصدق من الله قيل أفضل كلام كلام الله تبارك وتعالى ما في شيء بيعدل كلام الله عز وجل حتى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعدل كلام الله عز وجل بالرغم من إنه الاثنين وحي لكن لا يعدي الكلام الله عز وجل كيف تيدي تقول لي صلاة الفاتح لما أغلق يعدي الكلام القرآن الكلام ده ذكر أحمد التجاني أجاب صلاة الفاتح ذاته جاب صلاة الفاتح لما أغلق قال الرسول جاء في المنام قال جاء يغزة لا منام هل النبي صلى الله عليه وسلم بيجي في اليغزة هل في ذول بيقابل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما مات عليه الصلاة والسلام والله ما في ما في ذول النبي صلى الله عليه وسلم بيجي بعد ما مات عليه الصلاة والسلام في المنام ممكن يجيك ما في مانع ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به في المنام ممكن تشوف النبي عليه الصلاة والسلام لكن يجيك عديل كده يجيك في السوق المركزي ويقعد معاك ويقابلك ما بجيك والله ما يجيك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولا ما مات الله قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ماتوا قتل انقلبتم على أعقابكم سورة آل عمران الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون أبو بكر السديق لما انجاه رضي الله تعالى عنه ولقى الصحابة لسه ما دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام ومختلفين عمر بن الخطاب طلع سيفه قال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قال فلا أقطعن لأ رأسه أبو بكر السديق الكلام ده كل الناس بيعرفه ريكي بفوق قال على رسلك يا ابن الخطاب سكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من كان يعبد محمدا ها تموه فإن محمدا قد مات الناس قل لهم عارضين الكلام فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت بحث ده كله في ناس مهوسين يقول لك المصطفى ما مات عليه الصلاة والسلام طيب الصحابة دفنوا حي ولا ما دفنوا دفنوا ولا ما دفنوا دفنوا الآن ما بتمشي المدينة ما شل يا قبر المصطفى صلى الله عليه الصلاة والسلام طيب إنت تقول ما مات طيب المدفو في المدينة دمنه يعني يا ناس يا أخي اتقوا الله وهلا الصحابة بيدفنوا النفس هذا لم حي ده اتهام لصحابة لو قلت لك المدينة رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام وبمرق متين يوم القيامة قال أنا أول من تنشق القبر عن جمجمتي متين يوم القيامة قبل يوم القيامة ما بيطلع النبي عليه الصلاة والسلام من قبره إطلاقا ما بيطلع وإلا أصلا لو بيطلع يا أخي الصحابة أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان عائشة رضي الله عنهم جميع ديل النبي سأسلم ما مرق لهم يجي أمرق لأحمد التجاني ها يعني أسنتم تتكلموا كيف ديل بن عقل ديل أحسن ولا أحمد التجاني ديل والله أحسن بألف مرة ما مرق لهم فلا مرق لهم لو قلت مرق جيب الدليل وين الدليل ما في دليل ما مرق لهم يا زول يجي أمرق لأحمد التجاني قال آتاني جدي قال رسول الله جدي دي ما أغلطناه فيها جدك خلاص كويس عديلة عليك ما مشكلة قول جدك قال آتاني يغزة اللامنام يعني جاني في اليغزة عديل هرفته جاء قال لك شنو يا أحمد التجاني قال أعطاني صلاة الفاتح لما أغلك الكلام ده في كتاب جواهر المعاني وبلوغ المعاني جواهر المعاني وبلوغ الأماني قالت أداني صلاة الفاتح وقال ليه المرة الوحدي منا بتعدل القرآن ستة ألاف مرة انت قال الليلة الناس ما أسكين في صلاة الفاتح ليه مرات تلقى ناس بعد المغرب تلقاهم قاعدين في الجامع ما أسكين كلهم في صلاة الفاتح اللهم ما صلى على محمد الفاتح لما أغلق ناصر الحق بالحق انت قال ليه ما أسكين في دي ما أسكين فيها ساخد معينه الصلاة الإبراهيمية أحسن منها ولا ما أحسن؟ أحسن منها لأنه فيها دليل من السنة لكن ما أسكين فيها لأنه جاب ليهم أبو الشيخ لأنه جاب ليهم أحمد التجاني شعب سوداني شعبي مسكين ما شين ضربات ورى الشيوخ إلا من رحم الله متين يا أخير الناس يتخلي الشيوخ وتمسك في الله عز وجل وتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام متين الأمة دي توعى كل عشرين نفر متابعين لهم شيخ ليه عشان شنو؟ تبقى متابعة الشيخ تغسل كرعينه وتجيب لموية الوضو والله ده ما فيه فيه يغسل كرعين الشيخ تلقى عامل كراعه كده يغسل له كراعه ويجي خاشل له بيحبوا بيحبوا بالواطع ليه يا أخي التب تحبوا للشيخ ما عنده أي حاجة يا زول الشيوخ ديل ما يستحقوا هذا الأمر تحبوا له فيه ناس يقول لك تخش لبه الخلف يا غنا دفار أخش بالخلف جامبه هنا يا زول والله الكلام ده فيه ولا ما هاي يقول لك الشيخ أولا تدد الشيخ والشك تعال بالظهر تخش بيظهرك كده شفتها وتاني تمرك مرات يكون قاعد هو عامل يده كده تلقى النظب الصف تلقى الواحد أبو سنين ما قابل أبوه تلقى قاعد مع أبوه الشيخ أما أبوه الولده ما قابله سنين ما بيقعد معه ولا بيبشي لأبوه تقول له قاعد مع أبوه الشيخ خدمة خدمة في الله يا زول دي ما خدمة في الله دي خدمة للشيوخ وده استعباد الشيوخ دارين يستعبدوا الشعب السوداني دارين يستعبدهم وإنت ما تسمع كلامه عشان كده قال لك في الشعر في الأشعار بتاعته سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم دوما كخشية ضيغم ده في الشعر بتاعه قال لك تسلم لشيوخ كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل خشية عند الشيخ والله انت الشيخ لما تخوش جنبه تقدر تتكلم والله ما بتفتح خشمك تكون قاعد كده زي المكتف قاعد كده بس ومدنق الرأسك تهد شيخ الزريبة في الديوان بتاع رياض الجنة ونور الدين ألفه وإنت ما قريته قالوا استاذك يا فقير شو بيوصي الشعب السوداني بيشنو استاذك يا فقير يعني شيخك كن عنده زليل حقير لا تميل أبدا لغير يعني ما تميل لغيره إياك والكجار ومعاملة التجار ما تعمل الشيخ معاملة التجار الآن في ناس بيودي زريبة كاملة يوديها للشيخ ولا ما كده يسوق خرفان يقول لك الخرفان دي كل مؤدنهم لأبونا الشيخ بيديو قروش ما بيدي يقول لك بس قصدين البركة ما في بركة هذول هناك والله ما في بركة أتحداك جيب لي تراب من الشيكينيبة من جوا ونشيل تراب من السوق المركدي ونفحصنا الاثنين والريني أتوا فيهم الأحسن من الثاني والله أتحداك جيب لي تراب من الزريبة من اللبيض جيب لي تراب من تهد والريني والبركة الفياء وين فيها بركة هذول النازل الموهمين يا أخنص الله العافية قال أستاذك يا فقير كن عنده زليل حقير لا تميل أبدا لغير إياك والكجار ومعاملة التجار قال كن ثابت عنده لا تضحك عنده قال لك لما تكون قاعد جنب الشيخ لا تضحك الصحابة ما كان بيضحكوا جنب النبي سالسلم بيضحكوا والله ليه تقول ليه الشيخ ما نضحك جنبه شيخك أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحسن منه قال لك لا تضحك عنده كن ثابت عنده في كربك عنده بضغيثك جنده والله تسمع كلام شيخ الزريبة تتورط والله ما تنادي الشيخ في الشدايد يا زول نادي الله ربنا قال أسمع القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال الله عز وجل في القرآن ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون الله قال فدعا ربه أني مغلوب فانقصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قذر وهمناه على ذات ألواح وتسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر شو الأنبياء كان بينادوا الله كيف تجد قل لي يا أخي في قربك أنده تنادي الشيخ والله تتورط تتورط والله اليرموك ده لما انضربوا في أبو آدم ونحن ساكنين أبو آدم لما انضربوا اليرموك في طريقة هناك اسمها الركينية في أبو آدم والله أول ناس جروا في ضربة اليرموك ما تنادوا الشيوخ إنتوا ما تنادوا الشيوخ خليهم الحقوق في رجال والله جروا سراويل ما لابسينه والله بل عراقي بس جروا ألا ما جروا جروا طيب الشيوخ بيمتل متين الشيوخ بيلحقوكم الشيخ الزريباء البرعي يقول لك في قربك أنده ليه ما ناديتوا الشيوخ لما انضربوا اليرموك بيقيتوا جارين مع الكم شانت عارفوا إنه شغل بتاعكم ده شغل بتاع هذا ما عنده علاقة مع الدين الإسلامي ولا عنده علاقة مع القرآن ولا عنده علاقة مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان